السلام عليكم كيف حالكم خلينا نكمل خلينا نأخد سؤال نأكد معلوماتنا ونتأكد أنه فهمنا المنطق ويقيم الصواب والعبارات وكل دي الأشياء فمثلا إذا عندنا ثلاثة عبارات أول واحد نسميها بهي وتكون مثلا لازم أنا أجيب لكم عبارات جديدة كل مرة جذ تربي حق التمانية يساوي أربعة اثنين كيو خلينا نربطها بشي كده نسوي في الحياة كم هزفت الجنة طيب أربعمية أكثر من مية هذا شي تعلمته في البلوت أمس متعلمته بس زعلت أنه كان أنا عندي المية وضدي الأربعمية المهم بلاش نتكلم في الأشياء هذي مو كل الناس حيفهموها عبارة طبعا أربعمية أكثر من مية هذا أرقام هذي أكثر من هذي خلينا نسوي شي بدون أرقام دي المرة نسوي شي جدة في السعودية لا هذي سهلة هذي هبلة كده ما هي حلوة خلينا نتفكر في شي حلو طيب ما في وقت خلينا بس نستعمل أي شيء الألف قبل الباء إيش معناته يعني في الحروف ألف الحروف الأبجدية ألف يجي قبل الباء تعقد أكثر من الأقام المهم فهذي ثلاثة فإحنا هام شي نتعلم كيف نسوي العبارات المركبة ونشوف قيم الصواب حقتها فناخد عبارة مركبة من دولة مثلا نقول P و Q اللي هي كيف نكتبها قلنا P و Q ويش القيمة الصواب حق هذه فكروا فيها عبارة ثانية مثلا نقول R أو Q برضو عبارة خلينا نسوي عبارة شوية مركبة مركبة يعني مركبة من أشياء كتير فنقول مثلا Q أو و أو P الكل و ليس R فوقفوا الفيديو أوريكم كلهم كده ووقفوها كده وحاولوا تحلوا دولة الثلاثة هذي نفسها هيا دي وحاولوا تحلوا وجيبوا قيم الصواب إذا عرفتوا جيبوا قيم الصواب خلاص أهلا وسهلا خلصنا الوضع وإذا نمشي على الموضوع الجاي إن شاء الله تكون سهلة لكم وإذا شفتوا الفيديو مفروض تعرفوا تحلوا هذي الأشياء يلا خلي خلاص وقفتوا الفيديو وش حلتوها مفروض الحل يكون إيش خلينا نشوف P و Q P غلط P false لأنه الجذر التربية حق الأربعة تربيع ما هو الثمانية فهادي P و Q حتى لو Q كانت صح الوا لازم الاثنين يكونوا صح فهادي false خطأ P false P false هذي لازم واحدة منهم تكون صح بس فهادي true هذي true الاثنين true كله true وهذي إيش رأيكم مدام هذي true ليس هي false فهذا النحية false فكله حيكون false إذا هذا الشغل السريع ما هو نافع معاكم قسموها إلى أجزاء صغيرة فشوفوا هذي إيش هذي إيش هذي إيش يعني مثلا في هذي الحالة بسرعة نسويها هيكون شي صحيح شي صحيح أو شي خطأ هذي حيدينا شي إيش صحيح true وهذا اللي هنا شي خطأ اه شي صحيح ليس حقه فحيدينا شي خطأ فشي صحيح وشي خطأ يدينا شي خطأ معانا عشان كده بديتكم خطأ سريع هنا إن شاء الله فهمتوا إن شاء الله تبسطتوا نشوفكم من الوجهية شكرا